من أبرز تجليات العلاقة بين الفرد والدولة القوانين المنظمة لأمور الحياة ما يجعل الدولة حريصة على امتلاك أدوات تتيح لها تنظيم الفتوى أيضا فهل تثق في فتاوى تصدر برعاية مؤسسات الدولة؟ لا في ثقة أبدا، الثقة بتكون معلومة حالياً يعني لا أثق يعني وكيف ينظر الإنسان العربي إلى من تعينهم الدولة في مناصب الإفتاء الرسمية؟ ولا مفتي بالدول العربية مقبول ولا يعتبر مسلم مجرد ارتبيطه بالحاكم فهو ليس عالم هو منافق منافقين لأنه هن اللي عميزوا الإسلام، هن اللي عميزونا ما بصير اليوم أنا أقول عن عالم هذا منافقة وعالم هذا من أجل إيش؟ من أجل مجلسة جعية لأنه عنده بيانة عنده ورجعيته عطيني اسم عالم مربوط بحاكم وينطق كل متحق هو مسؤول أمام الله، علم موقف أمام الله أمام رحابة الشريعة الإسلامية التي لا تجعل أحداً وسيطاً بين الإنسان وربه هل من الضروري أن نبحث عن جهة موثوقة للفتوى؟ اللهي لازم نبحث عن جهة إفتاء نراها مناسبة ولكن نحن ضايعين كيف السبيل لا لازم نبحث عن مؤسس إفتاء طبعاً لازم يكون دور إفتاء ودور مستقلة وبدأ تعاب كثيراً وصل إلى المرة نحن لازم ننتج أصلاً هيئة عالية أم يترك الأمر حراً بلا قيد حتى وإن فتح ذلك الباب للآراء الشادة بل وللتطرف أحياناً وبالنتيجة هلأ أنا أبني وقت بيسألني أنا نعم دي أخذ الفتوى أنا ما بعرف كيف دي جاوبه من هنا كان لابد لكلام كبير من فتح هذا الملف لنعرف إن كان يحق للدولة احتكار الفتوى أم لا موسيقى 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 أهلاً بكم وحلقة جديدة من برنامج كلام كبير الأسئلة اللي لما يستطع الفلسفة إنها تجيب عليها جاوبت عليها الأديان والأسئلة اللي ما جاوبتش عليها الأديان جاوب عليها العلم هما بيقولوا كده ومن نمضي الأسئلة دي علاقة الفرد بالدولة أو علاقة الفرد بمجتمعه علاقة الفرد بمجتمعه بنظمها أو بنظمها الأديان في الدين الإسلامي لعلاقة منظمة جداً لكنها تحتاج إلى فتوى السؤال في حلقة الإله دي هل الدولة هي اللي تخرج الفتوى دي ولا الأراء والاجتهادات اللي كانت في التاريخ الإسلامي أثرت حياة وأثرت حتى الإجابات حوالين العلاقة بين الفرد والدولة ومن هنا جا سؤال حلقتنا النهاردة خاصة أننا في مجتمعات الحقيقة مستبدة جداً وأن المؤسسات الدينية في هذه المجتمعات تابعة للدولة وبالتالي فسؤال حلقة النهاردة هو هل يحق للدولة احتكار الفتوى؟ لا السؤال غير منطقي وأنا يوافق عليه أحد واضح أن هناك إشكال في المفهوم بين احتكار وبين تنظيم وبين رعاية السؤال نفسه في إشكال في السياغة لأنه أصلاً يعني لما تسأل عن شيء يجب أن تسأل عن شيء في أكثر من احتمال هو لا يتفق أحد أبداً على مسألة احتكار الفتوى هل يحق للدولة احتكار الفتوى؟ هل الدولة بما تملكه من سلطات ومؤسسات دينية؟ وهذه المؤسسات كبيرة وعريقة ومليانة بالعلماء ومن هنا الدولة هي اللي ممكن تبقى بس المصدر الوحيد للفتوى ولا الحقيقة أن الفتوى دي قابلة لاجتهادات العلماء وآراء المفكرين اللي مع الإجابة دي أو اللي مع السؤال ده يعني اللي مع أن الدولة هي المصدر الرئيسي والأساسي لإصدار الفتوات عن طريق مؤسساتها الدينية يفضل الفائدية اللي مع أن الدولة بمؤسساتها الدينية أو من مؤسساتها الدينية هي صاحبة الحق الوحيد في الفتوى؟ ممكن اللي معها ده يتفضل يرفع إيديه اللي مع أن الفتوى أمر قابل الإجتهاد وأن الأنظمة المستبدة الحقيقة شوهت أيضاً لمؤسسات الدينية يتفضل يرفع إيديه ما شاء الله ده كله حضرتك لا مع الدولة ولا مع الأفراد ولا مع حاجة خالص أنت مش مع الفتوى أصلاً صح؟ آه بس مع أن الدولة هي اللي تصدر الفتوى؟ لا مع أن الأفراد طيب أنت مرفعتش إيدك نسيت ترفع إيدك يعني أنت مع أن الدولة لا تسيطر على الفتوى على كل حال لا يفتى بقى ومالك في المدينة وعندنا أربعة مالك النهاردة عندنا رحبوا معايا بالأستاذ الدكتور محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف الأسبق دكتور محمد ممكن تقلني عنوان رأي حضرتك في 30 ثانية؟ السلام عليكم ورحمة الله الفتوى حق أصيل للعلماء لا دخل للدولة فيه شكراً فضل يا دكتور محمد دفنا الثاني النهاردة دكتور مجدي شلش أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الأزهر أهلاً 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 دكتور رأي حضرتك في 30 ثانية عنوان الرأي يعني أنا رأي أن الدولة من واجباتها أن تنظم الفتوى هذا واجب على الدولة أن تقوم بتنظيم عملية واجب على الدولة أن تقوم بتنظيم عملية الفتوى وإلا تترك الفتوى فوضى بين من يعرف ومن لا يعرف شكراً يا فنة متفضل يا دكتور رحبوا معي بالأستاذ محمد خير موسى عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج أهلاً 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 رأي حضرتك بقى ممكن تدين عينوان لرأي hug أهلاً أهلاً؟ الفتوى واجب شرعي على العلماء الصادقين العاملين ليس للدولة على الإطلاق أن توجهه أو تؤثر فيه شكراً أكبر آخر مالك معنا النهاردة باعتبار الجملة لا يفتأ ومالك في المدينة هو الأستاذ دكتور محمد أيمن الجمال أستاذ الفقه بجامعة السلطان محمد الفاتح دكتور ممكن تقول لنا عنوان رأي حضرتك في 30 ثانية السلام عليكم ورحمة الله الفوضى التي نراها اليوم بين المفتين ليست جديدة ربيعة الرأي وهو شيخ الإمام أبي حنيفة وشيخ الإمام مالك قال إنها هنا ممن يفتي من هو أحق بالسجن من السراق تنظيم هذا الأمر يجب أن يكون له سلطة ويجب أن يكون وفق ضوابط تتعلق بها فيما بعد أحكام جزائية ويمكن أن يتدخل فيها سلطة أعلى من سلطة بيان الحكم الشرعي فقط شكراً تفضل يا دكتور يعني عايزة أطمن حضرتكم على الأراء الجمهور يعني يعني أراء الجمهور بتميل لكفة عن كفة فإذا حبيتوا تسمعوا صوت الجمهور أو صوت الجماهير زي يقول عبدالوهاب معلش نسمع السؤال تاني وأستأذن حضرتكم في تصويت عشان الأساتز يعرفوا حضرتكم بتميلوا لأي الفرقتين فنسمع سؤال الحلقة بتاعت النهار دا اللي هو هل يحق للدولة احتكار الفتوى اللي مع أني يحق للدولة احتكار الفتوى اللي مع الجنب دا يتفضل يرفع يدي ما شاء الله ما شاء الله هنكسب إن شاء الله والله هنكسب هتقنعهم إن شاء الله دا ما فيش غريت يعني بس كم واحد ها شو تلاتة مجرد الكلام أربعة أربعة احنا هتلاقي الوقت خمسين من خمسين إن شاء الله يعني ما فيش حاجة أنا أوافقهم تماما أوافق الجمهور العريض في أنه لا يحق للدولة احتكار طيب طيب أجيد حضرتك بس أنا حبيت أسمعك الصوت أنا معهم أيضا دكتور محمد اللي ابتسامة الحلوة دي هتشتاد دلوقتي لما تعلم لهم مشاربعة الأخي دا لسه بيشور نفسه اه يا تلاتة طيب طيب نص ونص بيقولك هو عايز يسأل صديق طيب على كل حال اللي مع أن الدولة لا علاقة لها بالفتوى خاصة نحن في أنظر الأنظمة مستبدة يتفضل الفعيدي شايف يا دكتور طبعا شايف يا دكتور إن شاء الله يعني أنت ما تبس أنا حضرتك الممكن أن نستخدم العشر دائل هنا خمسة وخمسة خلاص طيب على كل حال ونزولا على رغبة الجماهير العريدة هنا اللي عايزة تسمع الكلام ده خلينا نبدأ الحقيقة بالأستاذ يا أستاذ مجدي دكتور مجدي حضرتك مواسق أنك هتغير فكر الناس دي أسأل الله سبحانه وتعالى طيب التوفيق إن شاء الله لحضرتك والكل دقيق في خمس دقائق يستغل المسرح هنا هنا نعم ويكلم الجمهور ده هنا نعم هو الجمهور ده بالنيابة عن الجمهور اللي في البيوت نعم وتقنعه بوجهة نظرك خمس دقائق كاملة إن شاء الله جاهز يا دكتور جاهز إن شاء الله فضل إفندي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أولاه أولا أنا لست مع احتكار الدولة للفتوى في هذا السؤال يعني أنا قلت أن مسألة الدولة تقوم بتنظيم عملية الفتوى حتى لا تكون الفتوى فوضى بين من يعلم ومن لا يعلم فمسألة احتكار أولا احتكار الدولة لمسألة الفتوى التي تسيرها حسب أهوائها وحسب شعواتها وحسب أنظمتها الفاسدة تقتل بها من تشاء وتسجن بها من تشاء هذا لا يقول به إنسان عاقل أبدا إنما ما يعني أقوله أنا أن الدولة التي في ذهني أنا ليست الدولة التي في ذهني كثير من الناس لما لجي نتكلم عن الدولة لها الدولة القديمة لها الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو الدول أو الخلافات التي كانت موجودة سابقا ليس هذا في ذهني لما أتكلم عن الدولة ولا أتكلم في ذهني عن الدولة عن الدولة التي تتبنى الفتوى الآن وتعصر الفقيه أو المفتي تحت سلطانه لا أتكلم عن هذه الدولة إنما أتكلم عن الدولة التي قامت باختيار حر مباشر من الأمة وتحقق مصالح الأمة التي أمرها الله سبحانه وتعالى أن تحقق هذه الدولة التي أقول أنها تقوم فقط بتنظيم عملية الفتوى لا باحتكارها ولا التأثير عليها إنما بمأسسة هذه العملية عملية ليست سهلة عملية ليست يعني لا تترك في المجتمع حضراتكم يعني ترون في المجتمع هناك فوضى كبيرة جدا في من يفتي ومن يتكلم أمام الناس أكثر الذين يتصدرون من الدعاء ومن الخطباء وغير ذلك أكثرهم لا يجيدون فن الفتوى لأن فن الفتوى له أسسه وله علمه وله مناهجه هؤلاء لو وضعناهم على طاولة البحث العلمي لا نجد عندهم من مقومات الفتوى شيء ولكنهم يتصدرون أمام الناس ويعني بعضهم على بعض الصفحات بعض الصفحات ما يقرب من خمسة ومن عشرين مليون شخص يسمع لهذا الشخص ويعني يهتم بكلامه ويأخذ منه على أنه هو المفتي له ويتعلم منه هؤلاء بعض الذين تصدروا في الإعلام تصدروا باسم الدعوة وباسم الدين هؤلاء بالفعل أضروا الدعوة الإسلامية وأخرجوا يعني كثير من المعاني في غير موضعها إذن أنا لما أتكلم عن الدولة الآن ليست الدولة البولوسية وليست الدولة الثقراطية التي كانت أو الدولة ما يقرب من الدولة مفهوم الدولة الدينية إنما أخصب بمفهوم الدولة الدولة المدنية التي تقوم باختيار حر مباشر من الأمة فهذه الدولة يكون لا تحتكر الفتوى ولا تقدم نفسها على أنها هؤلاء هم علماء السلطان وهؤلاء هم علماء غير السلطان إنما تقدم مؤسسة بحثية من علماء الأمة الذين قامت بهم شروط الفتوى الحقيقية أن يقدموا للأمة تصورتهم حول المشاكل بالأخص المشاكل المتعلقة بهموم الأمة لأن كثير من المشاكل المتعلقة بهموم الأمة يفطي فيها الصغار ويفطي فيها من لا يعلم فترتب على ذلك إراق الدماء كثيرة جدا وبترتب على ذلك مفاسد ضخمة كثيرة جدا الفتوى عندنا في الإسلام متعلقة بمصالح الأمة وليست متعلقة بالمصالح الفردية وكل ما هو متعلق بمصالح الأمة لا يمكن أبدا أن يترك للأفراد فوضى هكذا كل واحد يفتي كيفما شاء ويتكلم كيفما شاء كل ما هو متعلق بمصرحة الجماعة الإنسانية والمصالح العامة للأمة لا بد أن يكون هذا الأمر في إطار تنظيمي لا في إطار احتكاري لا في إطار أن الدولة تسيطر على أذهان الناس وأفهم الناس بعلماء معينين إنما أن الدولة دورها فقط هو مجرد تأسيس هؤلاء العلماء في مؤسسة واحدة ويقدموا للأمة ويقدموا للدولة ويقدموا لفئات الأمة كلها من شبابها ورجالها ونسائها التصورات التي جاء بها الإسلام نحو ما يتعلق بمصالح الإباد سواء كانت مصالح دنيوية أو كانت مصالح أخروية هذه الصورة يعني أنا أرى أن هذا من اللوازب ومن واجبات ولي الأمر ولما أتكلم عن ولي الأمر لا أتكلم عن الفرد أتكلم عن مؤسسة نحن إذا تكلمنا عن ولي الأمر الصورة الزهنية عندنا الحاتم بأمر الله أو فلان الفلان هو المستبد لا ولما أتكلم عن ولي الأمر يعني المؤسسة التنظيم شكرا يا دكتور مجدي شكرا شكرا دكتور مجدي يجمع بين العلم والواقع دكتور مجدي كان عم يحكي عن شهاداتهم انتوقع مصالح أتفق معه في أكثر مقال لا شك أن التنظيم الذي دعا إليه وترتيب الفتوى ونحس سقها هو أمر طبيعي ومطلوب من المجتمع مصالح ما شاء الله جيد دكتور مجدي حضيتك جاهز للأسئلة من جاهز من الأسئلة الأول جاهز يفعل فهنبدأ بالدكتور محمد الصغير دكتور محمد عندك سؤال الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد الدكتور مجدي تحدث في كلام وافقه في غالبه ولكن فصل هذه السؤال يا دكتور أنا عايز سؤال بعد إذنك مهدع دي مشكلة المشايخ لازم المقدمة والمنشدين على فكرة مشكلة المنشدين معرفش يمش على مقام يعني هو لا أنا عايز سؤال للدكتور محمد سؤال فيما طرحه سؤال فيما طرحه كيف يكون هذا في الواقع الدول التي تقوم على العدل لم يكن هناك فيها تأسيس للفتوى وتعيين للمفتي الدول التي تقوم على الظلم هي التي تستفيد من تعيين المفتي الذي يسبح بحمدها كيف نجعل هذا في الواقع الواقع مرير وصعب وفيه تحديات كثيرة جدا ومن مهام العلماء والمفكرين والسياسيين والإعلاميين أن يقدموا أطرحات جديدة لشكل الدولة التي لم تكن بالعهد السابق التي كانت فيها مظالم ومفاسق كثيرة ولا في العهد الحالي لها الدولة التي أيمى على النظام الدكتاتوري والنظام الاستبدادي ما دورنا نحن؟ دورنا نحن كعلماء وكإعلاميين وكسياسيين وغير ذلك من المفكرين أن نقدم للأمة شكل جديد للدولة يطرح جميع السلبيات السابقة ويقدم للأمة نموذج جديد لشكل جديد وهذا فيه من باب الاجتهاد ونجتهد فيه ونتوسع فيه والشريعة بفضل الله سبحانه وتعالى مجالها واسع في مثل هذا الأمر فهي متحركة وليست ثابتة فيها شكراً شكراً دكتور أيمن عند حضرتك سؤال للدكتور مجدي؟ يعني ممكن أن أسأل هل؟ سألاحظ لاحظ أنه غير اتجاهه قال لاحظ أنه هنا مفروض يقعد هنا يعني هو الحقيقة حتى أنا كذلك أنا قلت أول ما ذكر الجمهور طيب ليه دخلت يا جماعة؟ هناك فرق الدولة الدولة وهتغير رأيكم ليه يعني؟ بين الاحتكار وبين التنظيم سؤال حدك ليه؟ السؤال هو ما هو شكل التنظيم المقترح؟ لأن أصلاً شكل التنظيم المقترح أحياناً يكون فيه نوع من التحكم نعم فشكل التنظيم المقترح كيف هو؟ في وقت نظري وقد تكون خاطئة هنا عندنا العالم الغربي الآن تقدم تقدم كبير جداً في شكل بيوت الخبرة وفي شكل مراكز الأبحاث التي تقدم للدولة تصورات متعددة حول قضايا الأمة المتعددة عندنا النموذج الغربي الأمريكي ما يقدم مشروع أو ما يقدم نحو عمل من الأعمال إلا بعد مراكز الخبرة تبحث المسألة ثم تقدم للدولة ما هو واجب عليها تجاه هذا المشروع أيضاً لا مانع في شكل الدولة الذي أنا واجبت نظري فيه أن تكون هناك مراكز خبرة بحسية شرعية يعني تعلم شروط الفتوى تتحقق فيها شروط الفتوى هذه المراكز البحسية تقدم للدولة مشروع الإسلام وإذا الدولة احتاجت منها بعض الأسئلة أو بعض الاستفسارات تقدم لها الاستفسارات المهمة في حيادية تامة لا أقول أبداً أن الدولة تحتكر ولا أقول أو أن تتدخل في أعمال العلماء كلام جميل جداً وكلام رائع جداً الدكتور محمد عند حتك سؤال للدكتور محمد تحدثت عن مأسسة العمل العلمائي هذا هي مراكز خبرة خبرة مؤسسات العلماء من الذي يجب عليه أن يصنعها ويبنيها؟ الدولة أم العلماء أنفسهم؟ من تتحقق فيه الشروط الفتوى بكل حياد وكل موضوعية يكون ضمن هذه المؤسسات؟ من يصنعها؟ من يبنيها؟ من يشكلها؟ الدولة أم العلماء؟ الإطار وهذا من مهام الدولة من مهام الدولة أن توجد هذه المؤسسات وأن تضع بعض المعايير والضوابط المناسبة لا لخدمة أغراضها ولا لخدمة مصالحها الدولة في نظر الإسلام أنها قامت لمصالح الأمة وليست لمصالح عائلة ولا لمصالح شخص معين ولا لمصالح جماعة معينة إنما الدولة في الإسلام جاءت لسياسة الدين لسياسة الدنيا بهذا الدين بكل ما فيه مصالح وعدل ورحمة وحكمة وغير ذلك أنا قبل أن ألف السؤال منحقي سؤال لحضرتك حضرتك هنا في الطرح بتاعك تحدثت كثيراً وإستفدت يعني فإنك لا تتحدث عن هذه الدول الآن ولكنك تتحدث عن الدول اللي فيها اختيار حر مباشر وذكرت كلمة اختيار أو المصطلح ده مرتين اختيار حر مباشر فهل كانت الدولة الأموية بالاختيار الحر مباشر؟ هل كانت الدولة العباسية بالاختيار الحر مباشر؟ هل كانت الدولة العثمانية بالاختيار الحر مباشر؟ تمام أنا لست مع هذا تمام لست مع الدولة بالمفهوم العائلي أو بالمفهوم الوراثي هذا أكبر جناية جونية على الإسلام وهو من حق الأمة كم تكلمنا كثيرا أن اختيار الحاكم حق للأمة وليس حق لعائلة معينة أو سلالة معينة تحكم البلاد باسم يعني طول التاريخ أن تتحدث عن دولة لم توجد بعد لا في خلافة الراشدة وجدت هذه الدولة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت الأمة واختارت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بكل حياد وشورى ومؤسسية وكان هناك مؤسسات للفتوى وقتها برده لا المؤسسات للفتوى هذه تكون هي جزء من الحكومة التنفيذية كانت الفتوى في ذلك قد يكون معبر عنها القضاء الذي كان يمارس عمر عبد القطاب وكان مستقلا بذاته عن الدولة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني أنا اللي فهمته دلوقتي من طرح حضرتك أنه باستثناء عصر الخلفاء الراشدين اللي كان صغير جدا في التاريخ الإسلام الطويل لم توجد دولة طبقت نظام الفتوى كما ترى حضرتك لا ليس هناك الشكل الأمثل ولا الشكل الأفضل الذي جاء به الإسلام قد تكون هناك في بعض العثور مش موجود يعني مش موجود يعني حدثك عادتولي الانتخاب الحر المباشر من الأمة الانتخاب المرتين نعم وأنا سألت نفسي وحتى حدثك كمان نعم سخرت وقلت لا مش الموضوع الحاكم بأمر الله نعم وده كان برضو في دولة نعم إذن كل التاريخ الإسلامي لم توجد هذه الدولة لا التعميم يعني خطر التعميم خطر ويجب أن نحن نتواقف عندما سألت التعميم نحن نشيلي على دولة إنما يعني قد يكون الدول عموما يعني في غالبها لم تمارث إدارة الدولة بالسورة الشهورية المؤسسية التي يعني يرضى عنها الجميع إذن علاقة الفرد بالمجتمع عن طريق الفتوى لم توجد في التاريخ الإسلامي تبقى لرئي حضرتك إلا في عهد الخلفاء الرشدي هذه مسألة شك صحبت من الأمة الإسلامية وهو حق من الحقوقها حضرتك موافقني أنا موافق على في غالب هنا خضهم جدا دكتور محمد لا يا فنم حضرتك حضرتك دلوقتي نعم لازم أحتفظ برأيي أنت هتمرروا قضية قضية تشوه التاريخ الإسلامي كله ليك سؤال يا فنم حضرتك سؤال دلوقتي أنا ليه حق لأتراض لا أعترض بس وهيجي لك وقت تتكلم عند حضرتك سؤال وممكن أقلب عليكم الجماهير وأخليهم يتفهم ويقفوا معايا ويقفوا معايا ويقفوا معايا ويقفوا معايا ويقفوا معايا بس عددك من دلوقتي دلوقتي ليك سؤال بس واجهلي سؤال يا دكتور محمد هذه الدول سواء الأموية أو العباسية أو ما أنا فاهم هي فقدت شيء من النموذج الراقي لكن في مجمل الأمر كان لها لها أمر الوراثة يا دكتور عددك هايجي وقت تقول لنا دانتو غلطانين فكذا وكذا دلوقتي بنحققك سؤال يا فضيلة الدكتور مجدي نعم أمر وجود من ينظم الفتوى هل كان فيه تدخل سافر في أيام الدولة الأموية مثلا نقض الدولة الأموية عشان رسول محمد حصرها في العباس في الراشدين الدولة الأموية كان العلمائية مش هدا اللي حصرتها دا الدكتور اللي قال أنا محاسي الدكتور مش موافقك برضه يا دكتور ما يمكن نوافقك على ذلك الكلام ننتوقف لحظة عمر بن عبد العزيز يا دكتور يا دكتور الدكتور مجدي وقف فينا كرر مرتين أنا مسجلها هورا اختيار الحر المباشر من الأمة مرتين وقال أنه ما فيش حاجة أسمعها المؤسسة الدينية تبقى مؤسسة محترمة وعظيمة طالما هي جاية في النظام اختيار حر الباشر من الأمة سألته هل كان النظام الأموي اختيار حر الباشر؟ لكنه لم يختار المفتين لم يحدد مفتين أنا مقولش حاجة دكتور هو اللي قال لا النظام الأموي لم يأتي باختيار حر مباشر دكتور أنا مليش علاقة النظام الأموي لم يأتي باختيار حر مباشر كان سؤال لكنه لم يفرض مفتين على الأمة تمام كان سؤال حضرتك بها واضح أنا بقوله بقوله أيام عمر بن عبد العزيز أيام سليمان بن عبد الملك في أغلب الدولة الأموية لم يكن هناك فرض لمفتين معين على الأمة فكان الأمر طبيعي جدا أنا لا أقول بفرض مفتين معين على الأمة هذا يعني أنا لم أقول له ثم أنا أفرق في مسألة التاريخ ما بين إدارة الدولة وما بين مسألة ترانزيم الفتح لا شك إن الدولة الأموية والدولة العباسية كان لها مآثر ومفاخر كثيرة جدا لكن هل هي النموذج الأمثل لإدارة الدول؟ هذا ليس في نظري أنها ليست النموذج الأمثل تدي عن نسمي يا دكتور الخلافة الرشيدة أنا أتكلم عن نقطة معينة عن شكل الدولة وعن إدارة الدولة أنت تعايزه دكتور مكدي أنا أقول إن أعاوز محدش أحد يخافني على كل حال خلونا نشوف دلوقتي نسمع الرأي الثاني وأعتقد الرأي الثاني إحنا فانتظاره دكتور محمد حضرتك ليك خمس دقائق تتكلم فيه ومتهرت فيه ووجهة نظرك حبيت تستخدم المسرح أنت حر بس حاول تقنعنا بوجهة نظرك اللي هي أصلا الناس مقتنع بيها فأنت مهمتك سهلة جاهزة دكتور جاهز تفضل يا فن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها ربنا بالخيرية آية رقم مئة في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ومرضوا عنه هذا هو النموذج الأمثل الذي يحتزى لم يكن فيه حصر للفتوى في شخص معين أو تعيين لوظيفة المفتي إنما كان هناك قاضي والقاضي يفتي ويلزم فده جزء القضاء بعيد عن جزء الافتاء لأن المفتي قوله غير ملزم قد تتركه إلى غيره أما القاضي إذا حكم ألزمك بحكمه لا بد أن نستحضر صورة الواقع حتى نخرج من هذا الأمر الشائك في حالة وجود دولة عدل وعدم استبداد ونفي الظلم لم تكن الدولة محتاجة لوظيفة مفتي بعينه وإنما كان الناس يذهبون إلى من يثقون في دينهم من العلماء لأن هؤلاء العلماء كما سماهم شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله أطلق عليهم الموقعين عن رب العالمين في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين بكسر الهمزة وليس بفتحها فهؤلاء يوقعون عن الله عز وجل ولله المثل الأعلى والأحسن لما الأمير كل نائب إذا حدث وحصل ممثل الأمير أو وقع نيابة عنه كأن الأمير هو الذي وقع فالمفتي هو يوقع عن رب العالمين فلابد أن يكون الحارف علمه وضميره ولابد أن يكون راتبه من أوقاف المسلمين وليس من كيس السلطان لأن من ملك الإنفاق ملك الولاء يبقى في حالة الدولة العادلة الراشدة الدولة الشورية الناس يذهبون إلى العلماء ويستفتونهم طيب في حالة دولة الظلم والعصف والجور ما وجدنا من ينادي بحصر الفتوى وقصر الفتوى أول من تحدث في هذا كان قرار من الملك عبد الله ابن عبد العزيز في عام 2010 ورأينا هيئة كبار العلماء في السعودية كيف تتلاعب بالفتوى لأنها معينة المرأة سوءة لا يجوز أن تقود المرأة السيارة كيف تركب مع أجنبي ده صد وصورة دلوقتي المرأة شغالة أوبر وكريم عارفين أوبر؟ بتركب أجنبي شغالة سواءة في حين أن الأمر ده أمر يعني لعق لفتاة السلطان إذا رأينا من يريد انظر إلى سهام العدو تعرف الحق من الآن على وجه الأرض يريد أن يكون هناك مفتي ومؤسسة يريد أن علي جمعة وشوق علام وحسون وهيئة كبار العلماء هذه هي المؤسسات التي يرد لها أن تحتكر الفتوى لصالح السلطان يبقى أمر آخر قد أتفق فيه مع إخواني في الأمر الآخر أنه في دولة عادلة عدل ودون استبداد يتكون مجلس شورى هيئة كبار علماء ولكن ليس الاختيار كما قال الدكتور محمد خير ليس من السلطان وهذا كان موجود في مصر قبل انقلاب العسكر وجمال عبد الناصر كان هيئة كبار العلماء من العلماء وهم يختاروا المفتي وشيخ الأزهر وراتبه من أوقاف المسلمين لذا الإمام المراغي اللي هو كان أيام الملك فاروق ابن سهاج الصعيد قال كلمته المشهورة لو أردت أن أعزل فاروق لا فعلت فمن الذي يولي من الذي يولي من من الذي يعزل من لأنه قراره من إخوانه قراره من اللجنة وليس من أمن الدولة الذي يعين المفتي الآن في مصر وفي سوريا هو جهاز مباحث أمن الدولة هو الشرطة فأنا لا ينبغي أن أفصل الأمر عن هذا الواقع الناس اللي هزوا صورة العلماء واصبح الآن صورة العلماء مزرية لكن هنقول أنه في دولة جاءت بالشورى وهندي المثال مثلا أنه الدكتور محمد مرسي لما كان ترك الأمر إلى الشورى والعلماء هم اللي يختاروا المفتي لكن المفتي يكون في القضايا العامة ليه تحديد الهلال الشيخ محمد صغير كعادته رجل ثوري واضح وصريح ومتقدم في مواقف كلامه جيد بس ما بتطبع مداخلة الدكتور محمد الصغير كانت مداخلة قيمة جدا حوت على كثير من فوائد العلمية الحقيقة يشكر عليها أنا أعتب عليه بس يعني هي الفضار العلماء مع شمية عبثة كلامه جيد ورائح لأنه محتك بالواقع حتفك كبير جدا خلينا نبدأ بالدكتور أيمن دكتور أيمن عند حدك سؤال للدكتور محمد والله عندي مجموعة من الأسئلة أثار عددا من الأمور الحقيقة يعني ذكر أن الأوقاف هي التي ستعطي المفتين رواتبهم أوقاف المسلمين من الذي سيقرر كم الراتب لمن أعطي هل هذا مفتي أم لا هل أعتمده مفتيا أم لا هل يمكن أن يتم هذا بدون عمل مؤسسي هذا العمل المؤسسي أنا لا أتكلم عن خيال وإنما عما أنجزناه في مجلس الشعب المنتخب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أن أعدنا إلى هيئة كبار العلماء صلاحياتها فهي التي تفعل هذا ما الذي يقرر هل هيئة كبار العلماء عندها أوقاف وهي تصرف لنفسها رواتبها الأوقاف أنا أتكلم من الواقع الأوقاف في مصر لن أوقاف في اليونان وألمانيا وليس السنغان ولا يجريا التنظيم القرار يصدر من الدولة أما التنظيمكم من العلماء يعني مثلا صدر كده من مجلس الشعب عودة هيئة كبار العلماء يعني مين يرى مين يرى أن الدكتور أيمن ينفع أو محمد ناصر ينفع مفتوه الذي يضع المعايير ومن الوضع العلماء أنفسهم ومن الوضع العلماء بقى نفسه لا ما تقوليش من وضع أنت كده بسقول أنا كنت حازز بك أنا أحدثك من الواقع القرار صدر من مجلس النواب عودة هيئة كبار العلماء من الذي يخترع الكبار العلماء هو كان أصده كده دكتور أيمن هو كان أصده العلماء الموجودين في مؤسسة كالعزر الشريف هي التي تضع السن هي التي تضع الدرجة العلمية هي التي تؤسس فالأمر يرجع إليهم بالكلية بل وصل الأمر أننا في دستور الثورة قلنا أن الدولة لا تتخذ قرارا أن يخص الأمة إلا بالرجوع إلى هيئة كبار العلماء تمام فالدولة تابعة للعلماء وليس العكس أوكي أستاذ محمد عندك نظريا خلاص يا دكتور لا لا الموضوع خطير لا خلاص بعدين حضرتك الموضوع خطير جدا نعين في الله بس حضرتك ما ليكش عقل تقييم أستاذ محمد عندك سؤال أنا أريد أن أسأل ليك حقل سؤال تاني ما هي آلية انتخاب كبار العلماء لأنه لم واضح أن السؤال لم يكن واضحا آلية انتخاب يعني أنا عندي الآن مؤسسة في هم متين عالم من الذي يضع من الذي يحدد من هم كبار العلماء من هؤلاء الاختيار الحر المباشر تمام الانتخاب الانتخاب من بقى الشعب يعني لا 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 مؤسسة العلماء الشعب الشعب أفن كويس الشعب هو الذي يختار أنا أكلمك من الواقع لا حظة لا حظة ما تدل لي فرصة طيب هو الذي يختار كبار يا دكتور أيمن حضرتك أنا متحد undertakling أنا متحد لا أخير في شوات التهاد علي لا أخير خليكم معي شوية لا شكرا خلينا أقول رأيي أي قول لي إزاي الشعب ما تقول ليش ما تعترتش علي أي قول لي إزاي الشعب إزاي الشعب الشعب هو اختار نواب من العلماء إلا أنا كنت منهم أي النواب دول موجودين في لجنة في مجلس النواب اسمها اللجنة الدينية أغلب هؤلاء الموجودين في اللجنة الدينية مختارين من الشعب وهم علماء من الأزهر واضح؟ فدول بالصفتين بيختاروا الآلية شكراً يبقى الشعب هو الذي اختار شكراً دكتور ماجدين عزيز إحنا الواقع فيه فوضى في الفتوى حضرتك إن قد تقر بذلك هنا يعني في الواعدة دي يعني؟ لا مش هناك ما الحكم الشرعي إذا حدثت فوضى في هذه الفتاوى هل ووقع فيها يعني أنا حد علمي أن يعني الإفتاء بغير علم هذه كبيرة من الكبائر هل يعاقب أمام القانون بهذه الكبيرة أم لا يعاقب بهذه الكبيرة لو أن شخصاً انتحل صفة طبيب يحاسبه الحاكم أم يتركه يعالج الناس يحاسبه أمر الدين أكبر من الطب طيب ما بيسألك بقى أنا معك في هذا إذا ما أريده أن أقول وأنت متفق معك تماماً طيب بس أكمل وجهة نظري نعم الأمر فيه طرفين ووسط نعم الدولة ترعى وتراقب نعم والبرلمان المنتخب من الشعب هو السلطة العليا الموجودة في الدولة التي تحاسب الرئيس طيب فعندي كذا وسيلة للمحاسبة البرلمان نفسه يقدم طلب إحاطة طيب خليني أرجع والدولة تحاسب خلي بالحضرتك أي اليحجر نحجر على الفقه الماجن الفقه الماجن نحجر عليه خلينا نكمل والمفت الجاهل خلاص دكتور خلينا نكمل اللفة الثانية بس أنا أليه سؤال في اللفة الأولى صبري دكتور محمد كأنتم تتحدثون عن عواصم المدن أو عن القاهرة واسكندريد لكن مصر مثلا يا شباب فيها حوالي أربعة تلاف قرية تخيل أربعة تلاف قرية دول فيهم أربعة تلاف مسجد ربما يعني بالمتوسط فتخيل أنا هو الشيخ قال هنا الدكتور محمد قال لم يكن الناس بيروحوا المفتي لكن كانوا بيروحوا للراجل اللي يفتيهم في أمورهم الراجل داخل مسجد مش كده دكتور محمد ما بالك لو أنا رحت الشيخ في مسجد صغير في قرية وأنا لا أعلم عن أمر ديني الشيخ ورح قبطني فتوى ما شاء الله تطلع من الملة كلها من سيحاسب هذا الشخص إضافة إلى ما يفسد العلماء الكبار في كبار العلماء قد يفسد الشيخ الصغير وحضرتك قادرة أن المشايخ في القرى أحيانا بتفسد بطبع محشي مشوات كحك يعني بحاجات بسيطة مين اللي يحميني من فساد هؤلاء أو جعلهم ما ترك الأول للآخر علماءنا الحمد لله أجابوا على هذا السؤال بوضوح قالوا من ذهب إلى قرية ولم يجد فيها من يطمئن إلى علمه فليبحث عن قرية غيرها الله يسير البلد لا من راح أسكن هنا في البلد دي زي ما أنا حضرتك لما روحت سكنت سألت عن الجيم اللي كنت فيه بارح فيه جيم هنا ولا لا وده بيسأل فيه حمام سباحة ولا لا يقول لما روح فيه مسكن أقول فيه عالم هنا بيفت المسلمين فيهن المسجد الموجود هنا تبهت ولدت في قرية القرية دي هكمل لحضرتك هؤلاء العلماء احنا بنتكلم أنه فيه نموذج أنه فيه حاكم عادل وفيه مؤسسات رقابة مش كده مش في دولة الظلم لا لا في الدولة يعني في الدولة بتاعتنا دي الحالية الحالية دي أقول له اسأل العلماء الذين لا يدوروا في فلك السلطان فأنا لآمن حدتك قلت هو أن الناس تذهب إلى المفتين فأمراه لا الذي يثق في دينه قلت كده أرجع لما قلت يذهب إلى من يثق في دينه وأمانته حلو طب الرجل تبقى للحديث إذا رأيتموا ترد على المساجد سأشهدوا له بالإيمان والراجل ما شاء الله بايت في الجامعة هذا اللي يستدل به في هذا هذا ليس حديث أيوة يعني خلاص الرجل كويس باستجاهل يستدل به يا ريس الرجل كويس باستجاهل فين الشيخ اللي في المسجد لابد يطلعوا بالمسجد ولا يصلوا خلفه أنا سألت سؤالي أربع تلاف قرية بربع تلاف مسجد في المتوسط هؤلاء ماليانين بالمشايا أنا مسأل سؤال أنا في دولة فيها مؤسسات شورية وفيها مؤسسات يا دكتور محاكمة ولا ما فيه يا فضيلة الدكتور أنا 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 فلاح ماليش علاقة بالكتب أعرف منين إذا كان أنا آسف الأستاذ اللي قاله قدامي دا اللي مسك المسجد اللي في القرية عالم أو لا لا هذا الأمر هذا الأمر بعيد عن الواقع تماما لأنه لا يوجد قرية في مصر ليس فيها أساتذة في جامعة الأسر هذا كلام على مسؤوليتي وعندك أستاذ في جامعة الأسر عندنا قرية في أسيوت فيها 130 أستاذ اسمها طوابي 130 أستاذ في قرية واحدة وبني عادي أكثر من ذلك والشيخ يعرف بني عادي ومن قال أن هؤلاء لا توجد قرية ليس فيها عالم ومن قال أن هؤلاء كلهم ناس يعني على علم على علم شرعي فيما يخص القضايا الشرعية أغلب هؤلاء على علم شرعي دكتور أيميل عندك سؤال يعني هو ذكر أنه أول من أحدث منصب الإفتاء الرسمي هو عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لا أول من تحدث تحدث في حصر الفتوى أول من تحدث أن الفتوى تكون محصورة ونشر هذا أنا فهمت أول من أحدث هذا لا 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 أول من أحدث وهذا يشهد لكلامي في أيام أبي جعفر المنصور وكان بينه بن مالك صداقة وتلازم وكتب مالك كتاب الموطأ أراد أبو جعفر المنصور أن يلزم الأمة بقول مالك وراء مالك يعني حصر الفتوى فماذا قال الإمام قال له لا نحصر الفتوى لا حد ولو مالك سؤال يعني أنا سأنطلق مما ذكر الآن أخيرا مو كلام السابق بس كلام السابق كان واضح على قضية الإمام مالك على كل حال هناك فرق بين حصر الفتوى وحصر الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية ليست هي الفتاوى عندنا المسألة قد يكون فيها عشر أحكام شرعية لكن عندما أفتي أنا أفتي برأي واحد من هذه العشرة لا أفتي بالعشر أقوال الفرعية العلماء قالوا لا يفتى ومالك في المدينة الإمام أبو جعفر المنصور أراد أن يحصر الأحكام في قول مالك وليس أراد أن يحصر الفتوى وأما حصر الفتوى فقد حصرها سواء هو أو العلماء في زمانه حصروها في قول مالك لم يحصر في عهد الدولة العباسية لا يفتوى مالك في المدينة في فرق أن يكون شيخ مدينة وأن يكون شيخ خلافة شيخ مدينة الحاكم والعلماء قالوا لا يفتوى مالك لم تحصر الفتوى في علماء إلا وجاءت بالوبال وليس في عهد أبي جعفر المنصور وإنما في أيام المعتصم وإخوانه الذين قدموا المعتزلة وجعلوا رأيهم والرأي الأول فخالفوا كتاب الله وسنة رسول الله سؤال حضرتك سؤال حضرتك سؤال حضرتك السابق هو أن منصب الإفتاء كان يعبر عنه أحيانا بطرق أخرى فمثلا منصب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية كان هو جزء من منصب الإفتاء في الدولة العثمانية ولم يكن شيخ الإسلام في الجملة طبعا لا نقول أنه والله سأسأل المفتي إذا وافق الدولة في مسألة أو اثنين أو عشرة معناه هذا مفتي سلطان ومفتي حكم هل كان منصب شيخ الإسلام يعبر في الدولة العثمانية يعبر عن توجه شرعي مقبول أم كان من حيث الجملة ليس من حيث بعض الإفتاءات الخاصة التي قد لا يوافق فيها بعض المفتين لكن منصب شيخ الإسلام على مدى الدولة العثمانية هل كان منصبا شرعيا للإفتاء أم لا أنا لست ضد أن يكون للدولة العصرية الحالية التي تحكم بالشورى وليست مستبدة أن يكون هناك منصب للمفتي يتعلق بالأمور العامة التي تخص الدولة والتي لا تتسع للخلاف وضربت مثالا برؤية الهلال بل نلتزم بما يقول هذا المفتي في هذه القضية لأنه لو ترك الأمر نصل إلى الفوضى التي تتحدث عنها يعني أنت شايف أنه يجب أن يكون في مفتي مفتي لكن بشروط وقواعد لكن لا يخدش من رأي عام لا يمكن لا وليس يعود يشوف الهلال بس لا مش الهلال بس أنا ضربت مثالا لا ضربت مثالا في قضايا كثيرة أخرى فقهية قد تحتاج الأمة أن تجتمع فيها على رأي واحد لصالح الشعب فالأصل كما قال الدكتور مجد وكما يتفق الجميع أن الرئيس والأمير والمفتي كلهم أجراء موظفين للعمل على مصلحة الشعب فالاختيار المفتي لاختيار أراء فقهية تعود بالصالح على الشعب وفي الحالة دي بقى في وجود ده اللي حضرتك طلبه أن الفتوى تبقى عند العلماء التانين فيما يخص أمور الناس وحياتهم الشخصية يذهبوا إلى العلماء لأننا بلد زي مصر فيها أربع مذاهب الصعيد ملكية نص القاهرة شافعية وبعض المحافظات الأخرى أحناس فكيف أقصر الفتوى في شخص واحد لا يوجد شخص واحد يتبع في كل ما يقول إلا محمد صلى الله عليه وسلم بس معلش قبل ما حي حضرتك على كلمتك وقبل ما ندي الكلمة ما هو محدش قال كده يا فندم ما هو في مجلس إفتائي يعني ما هو المفتي يبعدش لوحده مع علماء عشان بس نصور ناس الصورة صحيحة يا جماعة الدار الإفتاء في مصر ليست قائمة على المفتي ولكنها موجودة فيها مجموعة من العلماء بيجي لهم الحاجات دي وبيعملوا عليها الدراسة وبيستعينوا بخبراء وبالتالي بيقدروا يطلعوا الفتوى يعني المسألة مش شخص يا فندم أنا فتحت صفحة دار الإفتاء المصرية قبل ما أدخل الحلقة لما توقع على سيد محمد أتكلم كيف أكبر خبرين موجودين في الفتوى أقول لك المفتي يهنئ السيسي بكذا خبرين عن السيسي في صفحة الفتوى عيب يا شوء علام عيب يعني ده عدد الفتوى أي ده أخذ السيسي تمام أستاذ محمد عندنا حضرتك يا دكتور سؤال عندنا حضرتك سؤال أنا أريد أن أسأل الدكتور محمد جزاه الله خيرا أنه في مفهوم الفتوى وفي تقديم الفتوى هل يمكن واقعيا أصلا أن يتم حصرها بعيدا عن أنه يجوز ولا يجوز واقعيا هل يمكن حصرها أصلا لا يمكن حصرها بحال نحن عندنا لو نظرنا إلى أحد كبار الأئمة الإمام ابن حزم هنجدوا أخذ جنب وباقي الفقائل هم مواخدين جنب جنب آخر التنوع والمدارس الفقية المتنوعة أحد أهم مميزات الفقه الإسلامي والثقافة الإسلامية دكتور جامجني عندك سؤالي فالنب القرآن الكريم فضلت الدكتور والسنة النبوية وأنت أعلم مني بهذا يعني تكلمت عن حرمة الفتوى بغير علم والقول الله بغير علم وجعلت هذا من يعني من من القائم قال أن هذا أعلى من الشرك ألا ألا يسد ذلك أن أن ينظم هذا أن أن الدولة تكون لها موقف من الذين يتصدرون ويتكلمون بغير علم وتدير هذه العملية بما يعني ليس فيه احتقار ولا إملاء ولا غير ذلك الحرمة دي والكبيرة دي نتركها هكذا للناس هكذا أم أنها تحتاج لنوع من يعني النظر للدولة اللي كلها هدور فيها سألنا حضرتك عن النموذج لو حضرتك أعطتنا نموذج في الوقت المعاصر قد نتفق معك فيه لكن النموذج اللي عندي أنا الدولة المصرية حصلت الفتوى بلد فيها 104 مليون حصلت الفتوى في 50 شخص منهم سبع أشخاص أعرفهم أنا سبعة دون الثلاثين من العمر موظفين في مكتب الإمام الأكبر آه طيب هذه الحصرة بلد فيها 104 مليون فيها كم عالم فيها كم مفتي حصلتها فيه خمسين شخصية فيهم سبعة تلميذ في مكتب الإمام هل تكلم عن القادة العامة يعني 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 الكرآن الكريم يعني يعني تكلم عن هذا والسنة وأنت تعلم وكثير من العلماء في مسألة الفتوى بغير علم هل هذه تستدعي لنوع من التشريع والتنظيم ووضع العقوبات المناسبة لمن يتصدرون باسم أن الفتوى لابد أن تكون مفتوحة أمام الناس لست مع فوضى الفتوى وأنها تكون مفتوحة لكل الناس ولست مع فتوى الفضائيات التي يخرج فيها المفتي فيخلط بين تفسير الأحلام وبين فتاوى الأوهام لكن انتو ليه عايزين يا شمال يا يمين لا الأمر فيه فيه وسط وصلنا للوسط يا شباب طبعا في حالة أنا أكرر ما أقول في حالة وجود دولة عادلة راشدة شورية لا بأس أن يكون هناك مجلس شوراء ينظر في الفتاوى الكبرى التي تخص الدولة وليس المسائل الشخصية التي تتعلق بأفراد الناس دمام جد يعني عندنا مفتي وعندنا در وعندنا كل حاجة زيد وقت ولكن لا أحرج على الآخرين لا أحرج على الآخرين هتقول لي طيب طلع واحد غير مؤهل يحاسب كما يحاسب الطبيب غير المؤهل من الذي يحاسبه تحاسبه الدولة طبعا طبعا طيب خلق خلق عشان الوقت عشان الوقت بيعدي مني الساعة بتعدي لكن كان عندي سؤال لكن خلاص الوقت تعدى كان عندي سؤال والله يعني إنما تتعوض المرة الجاية لكن خلينا نقول أنه واضح أن الدكتور فضلت الدكتور محمد الصغير تنازل عن رأيه لدخل في الحلقة ومال إلى رأي الدكتور أنت نسيت ما قلت وأنا فهو الحلقة أنا ما زلت ما زلت على رأيي أنه يرى أنه تنظيم الفتوى أمر لمناصمة حد عن سؤال ممكن ندير المايك وراء بعد إذنك السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم نديم نجار نديم نجار أهلا نديم فضل نديم أحسن الله إليكم مشايخنا حب وجه سؤالي للشيخ محمد الذي طعن في هيئة كبار العلماء هم يا شيخ لم يخالفوا حكما شرعيا في موضوع قيادة المرأة للسيارة الحكم قيادة المرأة للسيارة لا مانع منه شرعا فكما يقول الشيخ الألباني الذي أحل المرأة يعني عزكم الله ركب الحمارة أحل لها ركب السيارة ولكنهم سدوا باب يعني سد للذراعة المفضية إلى ركبة المرأة السيارة ماذا سيحصل وكما تعرفون السيارة تعطل فربما عطلت مع السيارة فأنت هلا ترى يعني فتحت باب فتنة هنا على أنه يعني رح يصير في مشكلة بين المرأة أنه تجي تصلح السيارة هذا أمر مستحيل فأريد أن يأتي واحد يوقف بالطريق معها يصلح وهكذا فتحت باب فتنة وأن يدخل الشيطان بينهم فأصل من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون السماعة والطاعة ممكن نسمع إيجابة إنفرد فضيلة الدكتور محمد على حضرتك إنك قلت طاعا في هيئة العلماء لو قال حتة كويسة خليه كملة مهم حاجة في كلامه لو سمحت أستاذي بس أكمل أصل من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون السماعة والطاعة لحديث النبعي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عن العرباض بن سارية في الصحيحين لمن يرون السماعة والطاعة لولاة الأمور وضحت أنا خلاص فيهم تسؤول تمام لو سمحت شيخ أنا بس أكمل الحديث هناك حديث آخر ولم أكمل حديث العرباض بن سارية أولا أن تسمع وتطيعوا لعبد ولو تولى عليكم عبد حبشي وفي رواية أخرى كأن رأسه زبيبة الحديث الثاني الذي هو في السرسل الصحيح للشيخ الألباني يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام يكونوا فيكم أمراء لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي فبعض أنفار خلاص خلاص خليني بس نتوقع خلاص عندي سؤال لي أريد أن أستفهم منه حاجة حضرك ضربت مثال بقيادة السيارة نعم أنت الذي ضربت نعم نعم أنا الذي ضربت كويس وسأضرب أجلد إن شاء الله كويس هل أنت فقها مع قيادة المرأة للسيارة أم لا رأي التي ترتاح إليه أنا لا أرى مانع شرعي من قيادة للسيارة ولكن أرى سدًا للذريعة المفضية إلى قيادة المرأة للسيارة كلامك متناقض لا ليس متناقض حضرتك تفضلت وقلت أن العلماء لم يخطئوا في موضوع قيادة السيارة لا علماء السعودية أخطأوا لما منعوا المرأة ابتداءً من قيادة السيارة سرياناً مع هاوى الحاكم أمر قيادة السيارة المرأة أمر مباح العلماء لا يقولوا تقود ولا لا تقود اللي عندها ابنها بيقود بيها أفضل من أن تقود بنفسها أو التي تذهب مع زوجها لكن إن احتاجت المرأة أن تقود السيارة فهذا أمر إليه العلماء ظهرت سوءتهم في السعودية لما كان الحاكم يريد أن يظهر أنه أمير المؤمنين وخادم السنة وراعي الملة وأن هذا ليس من الدين قالوا نعم أفضل من أن تركب مع سائق هندي لما جاء محمد بن سلمان وقرر التنازل عن الوهابية وقال لقد كنا ننشر الوهابية لأن حلفاءنا البريطانيين والأمريكان يريدون ذلك نفس هؤلاء العلماء من بقي من أصحاب الأسنان منهم قالوا لا مانع لا مانع هذا الذي لا يليق بهم لكن الفتوى الشرعية في أمو قيادة المرأة أن الأمر مباح قبل أن يقوله وبعد أن يقوله وصلت وصلت عايز أليك سؤال ممكن أعرف اسم حضرتك إيه محمد أبو حجر محمد أنت مع أن الدولة تنظم الفتوى أو لا معنا هو تنظيم لازم يكون فيه تنظيم أيوة لكن فيه يعني مشكلة كبيرة يعني وقعنا فيها الآن مثلاً إن كان في سوريا أو في مصر نذكر الأخوة واتفقوا على أمر هو الانتخاب هو الأمر أن يكون منتخب أيوة تمام الآن في مشكلة في الوطن العربي يعني الآن الشعب السواد الأعظم نشئ على سوء تربية صارت التربية فاشلة يعني إن كان سوريا أو غير سوريا صار الشعب يعني إشلون بدي يكون الشعب هو هذا الشعب هذا اللي يختار أيوة يعني الشعب ينقصه فاسد فإزاي يختار أيوة السعب الأغلبية نقوة الأغلبية فاسدها فكيف تختار كيف يكون الأختيار انت موفق فيوزا كان في الردن موفق تب إذا بيديه نLS عبدالله صادق عبدالله موفق دا يعني أنت عيس تقول لفضيلة الأسادزة الأسادزة إنه يا جماعةacci عاните خطاره للناس اللي عايزة الشعب هو الاختار والشعب كنفسه فاسد الشعب هو اللي بدي يختار أه أي弟 ف YO بيقول الشعب فاسد أو أغلبه فاسد الشعب هو يختار اللقضاء دار القضاء دار الإفتاء هو اللي يختار ولي اسم DN دار الافتاء واللي بتعطي الفتوى دار الافتاء ما الدولة ما بس اه تختارة ايوه بس هو زيزمينك اللي جنبك اللي انت قلتلي انه موافق على رأيه بيقول ان الشعب اغلبه جاهل او ضايع او فاسد يعني نعم طب هات المايك بعد اذنك تفضل قولي الفكرة المكملة اي اسمك اي بقى قديب صديق من سوريا قولي الفكرة المكملة اي اسمك السؤال اللي انا كتبته طبعا وكنت رح يسأله لك السباقا الاخ في اللي نحن هي بسوريا هلأ حضرتكم حكيتوا انه المرجعية كأنه في الفتاوى هي المرجعية بالازهرية جامعة الازهر هم اللي قالوا مسلا نعم اتكلم على كل البلد لها مرجعيتها مسلا مسلا يعني مسلا فرضا يعني ولكن نحن في سوريا انفسنا انقسمنا الى بين مؤيد ومعارض للحزب الحاكم اي اللي زي الازهر في سوريا خير نعرف نجيك بالحديث فلما انقسمنا فاللي صار انه نحن بادارتنا كيف ننتخب هاي الهيئة لكون هي هيئة فعلا انه تأمن هيئة اللجنة هيئة الافتاة نحن كيف نرجع الشيخ محمد قال انه المرجعية الازهرية في عندهم حكب مدركة مشيخ ومدركة معاني مذكرة الامور كلية فعنده هو صورة او عنده نموذج انه كيف تكون هيئة الافتاة موجودة نحن في سوريا فرضا واليمن خلينا نقول في لبنان والعراق اللي انتشر فيه الفساد كيف ممكن ننتخب هاي الهيئة اللي بده تشكل هيئة الافتاة تم الدكتور عيمين ممكن رد على السؤال ذات فاضلة ممكن جدا هو حقيقة انا لا ارى ان ينتخب هؤلاء انا مع الانتخاب لكن لا ارى ان ينتخب من قبل الناس انا ارى ان ينتخبوا من قبل العلماء وليس علماء البلد فقط انما من قبل علماء عصرهم الامام ابو حنيفة كان يجلس في حلقته اربعون كلهم قد بلغ رتبة الاجتهاد ولم يستقل بمذهب كلهم تابعين له هذه النظرة انه العالم يرفعه العلماء لا يرفعه الناس الجماهير احيانا تنخدع بكلام غير علمي وغير منطقي انما بسبب حسن اسلوب حسن اداء تظن ان هذا هو الصح انا اذا ذهبت الى طبيب عيون وتكلم معي بشيء انبهر منه لاني لا اعرف شيئا في طب العيون لكن لو ذهب اليه اطباء عيون وحدثهم يفهمون المصطلحات يفهمون عمقه في الكلام متابعة للمستجدات يعرفون البحوث والكذا التي قرأها فالذي يقيم لا يصح ان يكون عامة الناس يجب ان يكون علماء العصر ونحن امة واحدة اذا كان التقييم سيتم من علماء البلد فلا اقل من ان يشهد لهؤلاء المقيمون المقيمين لا اقل من اشهد لهم علماء عصرهم الاخرين يعني نحن في بيئة وقلت المفاصلة الحقيقية هي بين من يتبع الظالمين وبين من لا يتبع الظالمين لكن في الجزء الاول احنا سمعنا رأيي الدكتور ماجديو اسمعنا رأيي فضيلة الدكتور محمد الصغير باقي رأيين واعتقد الرأيين هيبقوا متضدين لا يعني لا اقامل في ده لكن اتوقع ده وباقي رأيي حضرتكم ده كان في الجزء الاول لحد هنا خلص الجزء الاول من حلقة اللادي لكن بعد الفاصل استنونا والجزء في الجزء القادم من الحلقة الحل في اي مشكلة من مشكلات فوضى الفتوى في ان يتحرر الناس ويتحرر العلماء من قيود السلطات المستبدة هناك مشكلة في الامة مجرد التنظيم فهو احتكار لم تجد عالم على وجه الارض يوافق هذا الانوان الفتوى لا يمكن لا يمكن ولا احد يقول ابدا انها يمكن ان تحتكار لا تترك الفتوى هكذا في سوريا في مصر في غيرها من الدول التي تحكم فيها دكتاتوريون الفتوى فيها مجيرة لصالح الحاكم اولا ثقافة ان ولي الامر هذا لابد ان يطاعه حتى ولو اخذ مالك ولو جلد ذهرك هذا هذه ليست ثقافة الاسنون الجماعة لكن هل هذا المفتي الذي ستحدده الدولة راتبه من الدولة سيكون ولاه اليها انت بتقمعني لا 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 خالص صدى دكتور اليوم المفتين الرسميين كل ما يقولون في شؤون الامة يأتيهم من فروع المخابرات من اجهزة المتابعة